يغادرون منازلهم التي تعلقوا بها لسنوات يغادرونها ويصبحون من الغائبين كغياب الشمس الغارب خلف الجبال غير أنه لا شروق للنازحين الذين يغيبون عن الساحل الغربي في تهامة جريحة الزمان والمكان ويتضاعف النزوح كلما اقتربت مؤشرات ما بات يعرف بمعاركة الحديدة الفرون إلى النزوح يبيعون متعلقاتهم الشخصية ثماناً لتكاليف رحلة النزوح التي قد تحمل عنوين محددة إلى الداخل اليمني وتلك الرحلات التي لا تحمل عنوين وتبقى مجهولة المصير في ظل أعداد كبيرة من النازحين تقدر بعشرات الآلاف من أبناء تهامة والساحل الغربي بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية العفو الدولية تقول أيضاً إن الأثر البشرية للهجوم العسكري الجديد على المناطق الساحلية الغربية لليمن واضح في القصص المؤلمة التي تشاطرها المدنيون الذين تسبب الصراع في نزوحهم إنها لمحة عامة يمكن أن يحدث على نطاق أوسع إذا طال القتال مدينة الحديدة ذات الكثافة السكانية الشديدة مشيرة إلا أن عشرات الآلاف من اليمنيين يفرون من الحديدة مع احتدام القتال على خطوط الجبهة بالقرب من المحافظة الغربية التي سيطر عليها الحثيون في وقت لا تتوفر ممرات آمنة للنزوح محذرة من أن هناك ما هو أسوأ إذا وصلت الحرب إلى مناطق الحضر الأمم المتحدة قدرت عدد النازحين بطول الساحل الغربي لليمن في الشهور الأخيرة بنحو مائة ألف معظمهم من الحديدة ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان والعدد مرشح للزيادة مع اتساع رقعة المواجهة والاشتباكات في الساحل الغربي المدنيون في الساحل الغربي خصوصا في المساحات المكتظة بالسكان يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل غياب آلية لحماية المدنيين من الصراع وبات المدنيون في مناطق الاشتباكات عرضة للمخاطر اليومية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة